موسيقى حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا بكم مشاهدين الكرام في حوار التاسعة ما زالت مشكلة العراق مشكلة دولة تعاني منها جميع مؤسساتها بمختلف سلطاتها الفساد و تغرات الدستور و أعراف المحاصصة و غيرها الكثير هي أجزاء تتكون منها عقدة الأزمة إلى أن بلاداً نظامها جمهوري نيابي لا بد أن أعقد أزماته و أعمقها و أخطرها تكمن في البرلمان لا سيما في دورته الحالية عدو سلطاتها حكومة لم تتكون عن كتلة نيابية أكبر هي أكبر أجزاء المشكلة فهي بذلك ليست معبرة عن صناديق الاقتراع و إن كانت الصناديق تحتها علامات استفهام فالبرلمان الذي لا كتلة للحكومة فيه يمكنه عرقلة أي مشروع وتعطيل أي قانون وتمرير أي صفقة فساد وتكوين أكبر سد بوجه الإصلاح و مع ذلك فإن ضعف الأداء التشريع لهذا المجلس لم يعرق العمل الحكومة فحسب بل تسبب بفراغ بستوري طيلة أشهر مضت و أدخلت البلد في تبعات سياسية و اقتصادية تعاني منها الحكومة المتشكلة حديثاً علماً أن القوانين التي ينتظر المواطن إقرارها ما تزال مركونة على رفوفه دون مناقشة بعجز أو تعمل الأمر الذي يثير جملة من الأسئلة هل أصبح مجلس النواب الحالي؟ حجر عثرة أمام محاولات الإصلاح و ما إمكانية حل البرلمان و إجراء انتخابات مبكرة في ظل الأزمة الوبائية؟ و كيف يمكن عقد جلسات البرلمان مع تصاعد المعاوقات السياسية و الصحية؟ كل ذلك و أكثر مشاهدي الكرام في حوار الفاسي لا يمر شهر دون أن يعصف خلاف سياسي بالمشهد العراقي في ظل برلمان يعج بالخلافات والتشضي و يثير نواب بين الحين و الآخر بتصريحاتهم وتحركاتهم خوف من إشعال أزمة جديدة و استغياب الحلول و رغم الأزمة الصحية والمالية التي تعيشها البلاد نجد أن البرلمان غائب تماما أعتقد بالأساس طبيعة تأخير عقد جلسة البرلمان محكوم بعاملين العامل الأول شهر رمضان المبارك وابتعاد كثير من النواب و عودتهم إلى مناطقهم يرافقوا أيضا إجراءات حضر المتمثلة في موضوعات الكورونا لكن مهما كان في النهاية سيعقد جلسات البرلمان و أنا أعتقد أن الجزء أساسي من واجبات الحكومة و حتى القوة السياسية بل تقتنى أنه ضرورة إقرار قانون الانتخابات لأن موضوع التأجيل في مثل هذا الإطاء سيلهب الشارع العراقي مرة أخرى العراق منذ عام 2003 ما أن يودع أزمة حتى يستقبل أخرى جديدة و كل هذا والعراقيون هم من يدفع ثامن الصراع السياسي المستمر للحصول على منافع شخصية وحزبية لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن والبرلمان عاجز حتى في الاتفاق على عقد جلسة لمناقشة هذه الأزمة هناك قرارات حكومية مهمة في هذه المرحلة يجب اليوم تشريعها خاصة موضوع قانون الانتخابات الذي اليوم يعتبر من أهم الأولويات في عمل الحكومة وعمل البرلمان في هذه المرحلة لأنه تعرف هذا المطلب الأول للجماهير لكن نقول اليوم بسبب جائحة كورونا التي يجب اليوم أن يتعامل معها كأمر واقع نجد اليوم قد تعطل الكثير من المؤسسات ومن ضمنها البرلمان نقول اليوم يمكن أن غض النظر عن هذه الجلسات بسبب الوضع الحالي والأزمة الصحية لأن حياة المواطن تعتبر خط أحمر وأهم من كل شيء وقد يستعيذون عنه بعقد الجلسات الإلكترونية تعطيل جلسات البرلمان ساهم كثيرا في إهمال العديد من الملفات والقوانين التي كان من المفترض أن يصوت عليها مجلس النواب ولا يبالغ من يعتبر الأداء البرلماني الحالي هو الأسوأ من سابقه بحسب المعطيات القائمة في رأس الدليم قناة الفلوجة بغداد مشاهدينا نبدأ الحوار مع ضيوفنا مباشرة من أربيل النائب ينادم كنة رئيس اتلاف الرافدين وأيضا عضو في مجلس النواب وينضم معنا أيضا من بغداد الدكتور علي مهدي القيادي في الحزب الشيوعي أهلا بكم جميعا ضيوفا في هذه الحلقة من حوار التاسعة أستاذ ينادم الفكرة أن هناك غدا جلسة لمجلس النواب هل ستعقد بالنصاب المطلوب التشريعي أم تعتقد بأن جائحة كورونا ستحول دون بال بالتأكيد هي قرار صدر اليوم احنا اجتماع قيادات الكتل وتقرر أنه تنعقد غدا ساعد واحد ظهرا ولكن هل يحصل النصاب أو لا ما أقدر أنا أتنبأ لأن كان هناك الكثير من النواب يتخوفون من قصة كورونا وجائحة كورونا وبالأخص إصابة بعض الأخوة النواب لربما اثنين ثلاثة منهم وحماياتهم محجورين الآن وهناك ذرايع لكنه إن شاء الله يتحقق النصاب وهناك ثلاث مواضيع أو محاور مطروحة أمامنا الأول أنه الاقتراض الداخلي والخارجي وثانيا جائحة كورونا وتقرير خلية الأزمة في البرلمان ومن ثم خلية أخرى اللي هي لجنة المالية والأزمة المالية الحالية زائدا متابعة توزيع المعونات إلى المواطنين العوائل المتعففة فنتمنى أنه يتحقق النصاب لم أجد شيء عن قضية الكابينة الوزارية التي لم تكتمل هل يعني الموضوع يحتاج إلى المزيد من الاتفاق والحوارات؟ يعني الكابينة المتبقية طبعا سبع الوزارات الوزارات الأكثر وتعقيدا مشكلة اللي هي النفط والخارجية بالحقيقة ويقال إلى حد ما على الثقافة والسياحة ولربما تطال إلى الهجرة التبادل الثقافة بدل الهجرة والهجرة بدل الثقافة من حيث توزيع المكونات ومدري إيش فالنفط في الحقيقة كان إصرار أنه تكون لأبناء البصرة لخبراء من البصرة تمثيلا لمكونات المجتمع ومناطق العراق في الكابينة فكان مفروض أن يخرجوا بتوافق لشخص أو شخصين ولكن يبدو لم يتفقوا لحد الآن وصار انقسام بالرأي والموقف ومع ذلك أعتقد هم عرضوا شيء أربعة إسماء فهل انتهت لا كلا لم تنتهي يعني المشكلة الآن مو مشكلة حصص إنما مشكلة أسماء أستاذ ينادم معذرة لا هي بالتأكيد هناك خلف الستار حصص لأنه يقول إذا الوزارة إلك فالمديرية العامة والمؤسسة الفلانية والهيئة الفلانية إلي هذا إلك وهذا إلي يعني هاي المشكلة أنت أخذ الوزير أنا أخذ سومه زائد إنتاج زائد تصدير بين من ومن الخلافات أستاذ ينادم يعني هي بعض الكتل مو متأكد هي أليف وباء كلها صغيرة أليف وباء يعني هذه مجوزة لا ما يخالف هي أليف باء أليف باء جيمو دال عينو كافو إلى آخره لكن أقصد هل المشكلة بين دولة القانون تيار صدري استحقاق تيار الحكمة تحالف العبادي المشكلة على النفط والخارجية بين مين ومن الخارجية هي مشكلة ثانية الخارجية أنه كان هناك قرار عدم توزير أي وزير من الأخوة الكابينة المستقيلة اللي استقالت والأخوان بالكتلة الكردستانية الحزب الديمقراطي لديهم مرشح اللي هو كاكا فؤاد استاذ فؤاد حسين نعم إذا مو استاذ فؤاد لربما هو شيار ووزراء من كابينة سابقة هناك قرار يعني أنا أمطيكم مثال الأخ نوني الدليمي الوزير التخطيط السابق 130 نائب وقعنا على بقاء زائد 15 محافظ لكنه قالوا نعتذر لأن اتفاق لا نستوزر من وزراء الكابينة المستقيلة فهناك مشكل بخصوص الإصرار على شخص معين وأما النفط لربما هي بين الأغلب يعني حسب أنا مش متأكد يعني أنه كان بين الأخوة في سائرون وأخوة في الحكمة لكنه المفروض أنه أي كتلة سياسية أو حزبية لا ترشح من هو متحزب وأن يكون نزيها وأن يكون كفوءا وأن يكون وأن يكون فلكن هكذا نسمع لا نعلم بالحقيقة ما هي مشكلة أن النواب البصرة نواب البصرة حاولوا أن يخرجوا بي 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 لكن لحد الآن غير محسومة أستاذ ينادم أكو 59 سيرة ذاتية لمرشحي وزارة النفط من مرشحي محافظة البصرة هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الرقم معقول؟ يعني هذه أسماء لخريجي النفط أو لهم خبر بالنفط لكن مو كلهم مرشحي اختزلت إلى أربعة ولكن من من الأربعة لحد الآن لم تحسم طيب أرحب بك دكتور علي مهدي القيادة في الحزب الشيوعي ضيفا في حوار التاسعة أسألك عن التغريدة التي غردها اليوم السيد مصطفى الكاظمي في مسألة حديثه عن أن هناك قرار بعدم المساس برواتب الموظفين وأن التقليص أو التقشر سيكون في الدرجات الخاصة في الرواتب العليا في المناصب العليا لمزوجي الرواتب هو تحدث عن قرارنا لكن الاعتراضات تتحدث أن هناك تشريعات قد صدرت بحق تلك الرواتب فلا يمكن المساس بها إلا بتشريع هل السيد مصطفى الكاظمي سيصطدم بعتبة مجلس النواب حتى يمرر مثل هكذا قرارات؟ في البداية شكرا جزيلا لاستطافتك وتحياتي لك والسيد ينادم وكل متابعي قناتك بالكريمة أهلا نواصل بالنسبة إلى الموقف الأقدر أكله يعني الإصلاحي للسيد الكاظمي يعني مشروع مشاريع قانون قرارات مجلس الوزراء بخصوص يعني تجاوز الأزمة المالية وعدم موجود موارد مالية تكفي إلى الإقرار الميزانية وسد الحاجة إلى دفع الرواتب فهناك مجموعة من المقترحات قسم من المقترحات هي ترتبط في قوانين يعني ما يخص قانون السجناء قانون الرفحة وغيرها هذول صاروا من خلال قانون والقانون لا يعدل أو يرغى أو يغير إلا بقانون فهذه يجب أن يرفع إلى مجلس النواب حتى يقره وأكو قسم من الرواتب تم تعينهم على أساس قرارات مجلس الوزراء وهكذا قرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء وأكو اتفاقيات وأكو عقود ما بين الوزارات والمرتبطين بهم بعقد عمل فهنا يعني قضية عاقدية ما بين الموظفين أو المستخدمين والوزارات المعنية فما يخص المزدوجي الجنسية ورفحة والسجناء السياسين أنا أعتقد هذه قضية تخص مجلس النواب وإذا لاحظت اليوم حتى نائب رئيس مجلس النواب يعني أكد بأنه عدم التعرض إلى رواتب السجناء السياسين وذوي الشهداء ورفحة أنا أعتقد كان واضح بهذه المنحة يعني لأنه تعرف أن هذه الاتفاقيات اللي صارت في سنة أفيلة وفحة لكن دكتور علي لما رئيس الوزراء يقول قرارنا رئيس الوزراء في نص التغريدة يقول قرارنا هو عدم المساس وأن يكون التقشف في الدرجات العالية ومزدوجي الرواتب لما يقول رئيس الوزراء هذا الكلام بينما نائب رئيس البرلمان يعني يقول بعدم المساس شنو يعني هذا الكلام وهذا التقاطع وما هي دلالاته بالنسبة يعني أنا أقدر أشرحك يا قالونيا والموقف العام الموقف العام والعدالة الاجتماعية تطلب عن واحد كل واحد عنده مصدر واحد يعني مصدر ثابت لأي واحد يعني بالتأكيد هؤلاء بعض القوانين تسمى قوانين العدالة الانتقالية كل الناس اللي كانوا بذاك الوقت هم متضررين من النظام السابق ضروري عادة الاعتبار عليهم ماديا وسياسيا ومفهومة لكن المبالغة بيها هو هذا كان محط صخط الشارع العراقي يعني وأغلب هاي المواقف هو شرعت كقانون فقانون إذا تذكر قانون تعديل قانون السجناء السياسيين أو لشمل كل محتجزين ربحا بضمنه وهذا ما يتغير إلا من خلال قانون وعندنا أيضا الشهداء الشهداء مستمرين يستلمون راتب إضافة إلى الراتب اللي هم يدامون به فهذا أنا أعتقد يحتاج لها من المجلس النواب عن يعيد النظر بهذه القضية أنا أعتقد وانا شفت القرارات مشروع قانون مجلس النواب أنا ما اعتبره قرار مشروع قانون لأنه راح يحيله إلى مجلس النواب وإلى مجلس النواب هو يوافق عليه بأنه أكد بأنه يكون حدود الدنيا للراتب أن يكون السياسي مواقل من 500 السياسي يعني ذوي الشهيد مواقل من 500 السياسيين لازم راتبهم مواقل من مليون وخمسمية أنا أعتقد به نوع من الأنصاف لكن تعرفت كل زيان كل واحد يصرح ويحافظ على القوة التصويتية حتى قسم من التصريحات بشكل أو بآخر يحافظ على القوة التصويتية اللي يعتقدها هي تجي من هذه المواقف هذه ولهذا احنا عندنا شأن سياسي وشأن قانوني وقرار رئيس مجلس النواب هو ما يعتبر قرار يعتبر مشروع قانون إلى مجلس النواب يجب أن يعيد النظر به ويعدله بما يحقق العدالة الاجتماعية هناك أنا أعتقد تباين شاسع في هذا الجانب علي تقصد كلام أو تغريدة رئيس الوزراء بصيغة بين ضفرين قرارنا هذا مو قرار وإنما مشروع قانون ينبغي أن يقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للتصويت بالتأكيد لأنه مدى أي قانون لأنه دو الشهداء ورفحة والسجناء كلهم تم تخصيصهم رواتب على أساس القانون فبما أنه قانون يجب أن يعدل القانون وما يعدل القانون إلا مجلس النواب ولهذا يجب أن يراعي هذه القضية أستاذ يناد بناء على هذا الكلام هل نحن أمام مواجهة سياسية ما بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لما يأكد مارتين رئيس الوزراء على قضية إنهاء ظاهرة الزواج الرواتب أو رفحة أو أي شيء من هذا القبيل الذي هو عبارة عن شيء منهك للموازنة العامة بمقابل أحزاب وقوى سياسية ترفض المساس بمثل هذه المكتسبات يعني بطبيعة الحال الحكومة ملزمة بأن تجد حلول وعندما تقرر الحكومة يعني مشروعات القوانين يجب أن تأتينا من اللي لها جنب مالي يجب أن تأتينا من الحكومة إحنا ما نقدر نفرض على الحكومة لازم تسوي هاي وذاك وهي ما عدا بلوس هم يقترحوا قوانين من أدهم يسبح مشروع قانون سواء الحكومة أو الرئاس الجمهورية يعني الحبيب يعني ما يخالف سيادة النائب أنا أقصد أنا أقصد لما رئيس الوزراء يقول قررنا ومجلس النواب يقول هذه مساس بالمكتسبات هل نحن في هذه الجزئية في قضية الموازنة التقشفية في قضية المساس بالمخصصات للدرجات الخاصة في مسألة مزدوجي الرواتب هل نحن أمام مواجهة سياسية ما بين سلطة تشريعية رافضة للمساس بمكتسبات أحزابها مع سلطة تنفيذية تريد تغير وتصلح وترضي الناس هذا السؤال يعني آسف النائب عندما يصرح يوجه نظر شخصية مالته ده ربما ليست كل مجلس النواب يعني احترامي وجهة نظرة محترمة ولكن ماذا عن واحد يأخذ لك ثلاث رواتب وأربع رواتب وراتبين والثاني بعدها بالشارع معنده خبز فالحكومة ما معقولة يعني حكومة تكون أحرص من الفرلمان على حلال الفقراء فالكلام يعني حكومة من تتحدث بهذا الاتجاه ونحن نتفق معها أنه يجب أن نحقق العدالة الاجتماعية فمجلس أنا أخذ رواتبين وثلاثة وذلك بعدها من متعين ما عنده مجال بعدين أنا أقول لك شيء يعني خلي اسمعوني الحكومة إذا قارننا عدد موظفي الدولة العراقية نسبة للسكان بموظفي الصين لدينا أكثر من ثلاثين ضعف الصين موظفين قارنناها ببريطانيا عدنا اثناعش ضعف بريطانيا موظفين يعني تحولت الدولة إلى وكأنه عدنا بس مجرد أن حكومة تبيع نفض وتجي توزع أرزاق الناس وتقتل لك الفلاح وتقتل لك الصناعة وتقتل لك الزراعة يعني مجوز يعني ما تعالج المشكلة بالبلد بهذه السياسات يجب أن نراجع كل سياسات الاقتصادية التي لا تتعالج وكل الرئاسات التي يتحدثون عنها الرئاسات الثلاثة لا تساوي واحد بالمئة من موازنة في حين خمسين بالمئة من موازنة هي رواتب وأنا حاولت أنه فقط نمسل رئاساته فقط هذا كان جواب الخبراء بالمال خبراء باللجنة المالية يعني هل تقصد صديو نادم هل تقصد معذرة المقاطعة ولكن هل تقصد بأن يعني المساس برواتب الدرجات الخاصة لا يعني شيء ما راح يقدم شيء بالموازنة أو يعني يؤدي غرضها تقشفين أبدا مجرد هو يحقق عدالة مجرد يحقق عدالة اجتماعية الفجوة هذه بين كلش عالي وكلش داصي تخفض لكنه لا يعالج هناك قوانين من 2003 لحد اليوم شرعت في مزايدات انتخابية أنا اللي كنت اخترحت أن تتحول مؤسسة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء في مداخلتي بلس الحكم قلت ما ريد منكم توظيف عندي 36 ألف منتسب اليوم لديها 136 ألف يعني 100 ألف منتسب جابه لكن أدي لقص أنا بالكادر ليش لأن جاب على خاطر فلان وفلتان وخمس تلاف لفلانجها وعشر تلاف فلانجها وكلها مجرد تعيين مجرد توزيع رواتب يعني كل القوانين اللي إلها جبة مالية المفروض أن نراجعها وليس بهذه العواطف والمزايدات الانتخابية وإنما بحرص تحقيق العدالة الاجتماعية لكنه لا يعالج إذا خفضنا الرئاسات لا يعالج الوضع لا تتعي واحد بالمئة هذا يعني نحن الآن بصدق 50 وضع هذا يعني 50 بالمئة رواتب هذا كبر سيادة النائب هذا يعني بأننا ربما أمام يعني مواجهة سياسية ما بين الحكومة والبرلمان حتى لا يمس بالمخصصات والرواتب ليس بالضرورة أبدا لأنه ليس بالضرورة عندما يصرح نائب أو أظمة نواب يصرح تصريح إن انتهى هذا ليس بالضرورة رأي كل المجلس لا لا رئيس كتلة لا لا سيادة نائب لا يحمل الله لا سيادة نائب رئيس كتلة في بعض الأحيان يصرح هذا التصريح يعني في بعض الأحيان مو بس رئيس كتلة وإنما قيادي من الخط الأول بمستوى سيد خلاف عبدالصمن معلش يعني هاي وجد نظر وجد نظر الكل يصرح الكل يصرح لكن خل نجي بالمعطيات يتيجي وابد الحكومة تدافع عن آراءها هيمكن يقنعنا يمكن غير آراءنا يعني نناقش نشوف معطيات أنا حشيت لك قبل لحظة حاولت بانمس الموظف عدى الدرجات العليا جدا اللي هو درجة أولى باء أليف وباء وثانية ما تنزل قالوا لي ثمانين بالمئة من الموظفين مالتي هي من الدرجة السابعة فما دون يعني ما نقدر نعالج الأزمة بفقط الرئاسات اللي هي الدرجة الأولى والوزراء والوكلاء وكذا سيدنا اجتماع القوى السياسية اليوم تفضلت بي جنابك في بداية الحديث يعني أنا يعني كصحفي متابع إلى آخره كنت أتوقع راح تصدر قرارات جريئة تواكب الأزمة يعني قرارات استثنائية تعطي نوع من الصلاحيات للسلطة التنفيذية أكبر دعم إلى آخره لكن وجدت أنه اجتماع ربما هو روتيني ناقش خطوط عامة ولم يدخل بتفاصيل يعني مشكلات البلد القادمة قد تكون مشكلة تظاهرات قد تكون مشكلة كهرباء قد تكون مشكلة اقتصادية متفاقمة حوار استراتيجي بين طهران وبغداد بين واشنطن وبغداد عفوا هل يعني بدت الخلافات السياسية التي ولدت في عقاب تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي واضحة على حالة التوافق السياسي ما بين الأحزاب النافذة والمتنفذة تؤذرني اجتماع اليوم كان لوضع حد للجدل واللغط الهجمة على رئاسة البرلمان أنه معطلين الجلسات معطلين البرلمان ولهذا دعت رئاسة البرلمان رؤساء الكتل للقرار اتخاذ قرار هل تنعقد الجلسة ويعود للبرلمان يستمر أم أم لا خلي الكل تتحمل مسؤولية كل رؤساء الكتل لكن ليس لرؤساء الكتل صد إصدار قرارات عن الفرلمان ليس لهم فقط مجرد إقرار وقرار أنه تنعقد الجلسة وهذا هو الجدول الأعمال عفوا عفوا أن أقصد طبعا أكيد ليس لهم لكن هم قيادات الخط الأول يعني لهم أن يضغطوا على الحكومة يحثون نوابهم قياداتهم السياسية والحزبية يعني في نهاية هم صناع القرار هم الدولة العميقة في صناعة قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية ما خرج اليوم لا يتناسب مع مشكلة الدولة العميقة ليس رؤساء الكتل لعد منه لا في أكو بينهم أكو من بيننا لربما بعض ثلاثة أربعة خمسة عدهم دولة عميقة لما تقول بيننا أنت واحد من عدهم السادة ديونادين لا أبدا لا عندي مدير عام لا عندي وكل وزير لا عندي مستشار ولا 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 شيء أنا الحمد لله أعدينا بيضاء ومنذ البداية وحاولنا من 2008 قانون حماية المنتوج العراق اللي لم يطبق لحد الساعة عندما ضاعت البوصلة الوطنية ضاع الوطن وطغت البوصلات الطائفية والقومية والعنصرية وغير ذلك سواء هي على خلفية قومية أو طائفية ماذا بيخرب البلد جيد نرجع لدولة العميقة بعضهم من أقطاب الدولة العميقة هم يصنعون القرار ما شفنا صنع القرار ولا شفنا يأثرون على مشكلات البلد شنو رأيك باختصار تأذرني تأذرني القرار سيصدر من المجلس النواب إذاكو قرار وليس منهم هم يوجهوا نوابهم ويجهوا أعظام المحافظات يوجه وكيل وزير مالته رئيس مؤسسة نعم لكنه مو هو اللي يقرر هو يوجه اللي يريده فهذه ما قدام العين يعني رأساء الكتل هم مرجعيات سياسية غير موجودة بالبرلمان ولا بالكتلة يعني يأخذ يتلقى أوامر من خارج البرلمان طيب دكتور علي فيما يتعلق بدعوات حل البرلمان اليوم كنا يعني أيضا أمام حملة شعبية واسعة جدا تتحدث عن المطالبة هاشتاغ يعني ترند الآن وصل لتشريع قانون انتخابات جديد تمهيدا لقضية حل البرلمان ثم انتخابات مبكرة هل هناك في الأفق ما يشي بأن مصطفى الكاظمي يمضي نحو انتخابات مبكرة وسيضع الآليات المتدرجة المتسلسلة التي توصله إلى هذا الهدف المفروض هو عبارة عن هدف سياسي ضمن مردمج الحكومي أنا أعتقد الحديث عن حل البرلمان هو حديث غير واقعي وغير قانوني إلى الآن السيد الكاظمي لم يحدد سقف زمني لحكومته بما أنه لم يحدد سقف زمني فتبقى هي مفتوحة لكن هذا مطلب جماهيري وحتى هذا المطلب يستكفي يعني مسترزماته يجب أن نهيئ ظروفه هو أول مرة يجب أن نتوقف عمال المفوضية أكو هناك حديث ولغط حول قضية توزيع المناصب مدراء الأقسام والمكاتب يعني أكو مواقف متذبذبة بهذا الاتجاه صحيح أننا انتخبنا هيئة قيادية من المفوضية من القضاة لكن هناك الحديث عن الدولة العميقة داخل المفوضية هو هذه المشكلة الآن العادي من عندها اثنين القانون الانتخابي اللي حد لنا تم استكماله ويوجد بعض القوات اتراجعت عن موقف تصغير الدوائر الانتخابية ثالثا أحد المطالب الحقيقية للسيد الكاظمي في برنامج الحكومي هو تفعيل قانون الأحزاب نحن صحيح عندنا قانون الأحزاب لسنة 2015 لكن هذا القانون يحفر على ورق لحد الآن لم ينفذ لحد الآن يناقش هذه الأحزاب السياسية من أين أتت المال يماله؟ ما هي ارتباطاتها الخارجية؟ ما هي علاقاتها بالميليشيات المسلحة؟ هل هي عندها آليات دموقراطية بانتخاب قياداتها واتخاذ قراراتها؟ أنا أعتقد كل المستلزمات الدموقراطية ما متوفرة بالكثير من الكيانات السياسية الموجودة إحنا إذا نحل البرلمان لازم خلال ستين يوم رئيس الجمهورية يدعو إلى انتخابات مبكرة ولازم تتحول حكومة الكاظمي إلى حكومة تصيب أعمال هذه حسب المادة الأربعة وستين ولهذا إحنا بهذه القضية ما رح نطي فرصة للكاظمي يحقق مرنامجه اللي كل ننتظره إذا حكومة الكاظمي تحولت إلى حكومة تصريب أعمال يعني ما لها حق تصرف أموال ما لها تحقق تعقد اتفاقيات ما لها قرار تعين مسؤولين في مناصب مهمة فلهذا إحنا رح نكبر السيد الكاظمي بمواقف فيه بصراحة لا يحسد عليها ولهذا ليس من الصحيح اليوم نتحدث عن حل البرلمان وبعديا حتى حتى تحل البرلمان لازم البرلمان هو يحل نفسه لأنه يطلب من ثلث أعضاء وموافقة 50% من عدد أعضاء بالنسبة المطلقة ولهذا حتى تحل البرلمان لازم 166 نائب يوافقون على حله ولهذا أنا أعتقد البرلمان العراقي يحتبر من البرلمانات اللي صعوبة حله دكتور علي كمل المادة المتعلقة بحل مجلس النواب أكو شطرين إلها شطر متعلق بتصويت أعضاء مجلس النواب بطلب منهم وأكو شق آخر يتعلق بتقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية هذا بطراحة هذا اجتهاد من بعض المحامين لا هذا نص دستوري هذا نص دستوري ما دمعه 60 وكل الأكاديميين يعتبرون بأنه هذا خايل يعني أنت مجلس النواب يحل بموافقة 50% لكن الطلب أمنيا الطلب أما من ثلث أعضاء مجلس النواب أو طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس النواب فقط لهم حق يقدمون طلب لكن اللي يحسم القضية هو مجلس النواب نفسه ولهذا أنا أعتقد كل المعنيين بالقانون دستوري هذا تفسيرهم للنص المادة 64 أولاً ولهذا أنا أعتقد كم محامي موجودين الآن هم يسربون هكذا مواقف وأنا أعتقد هذه غير صحيحة لأن كل المعنيين بهذا الشأن يعرفون بأنه مجلس النواب من المجالس مجلس النواب العراقي والدستور العراقي ما أعطى حق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأنه يطلب يوافق بحل مجلس النواب طبعاً صحيح نظام برلماني لكن نظام غير متوازن نعم تبقى كلمة الفصل ربما للمحكمة الاتحادية إذا يعني صار موضي نحو هذا الخيار أستاذ ينادم سيادة النائب شنو رأيك باللي تفضل به الدكتور علي في قضية أن قضية حل مجلس النواب هي مسألة غير واقعية وربما غير موضوعية أنا أثني على ما تفضل به والحقوقيين شواء كان أستاذ طارق حرب أو غيره تفضل فسره بطريقة غير صحيحة لأنه بكل الأحوال سواء كان يطلب هم ثلث الأعظام السنواب أو رئيس الوزراء بموافقة رئيس جمهورية مجرد طلب حل البرلمان أما الحل فيجب أن يكون 50% زائد واحد هذا تأوين يعني مثل ما تفضل الدكتور علي هاي واحد لا لا هذا تفسير حقيقي دستوري هذا تفسير حقيقي دستوري ولسنا بحاجة إلى محكمة اتحادية هذا واحد اثنين الخط الشروع للانتخابات المبكرة يبدأ من يوم أن يشرع نهائيا يعني يعدل ويشرع قانون الانتخابات الذي لا يزال معلق عن رفض أولا الدوائر لم تحسم لحد الآن ولم يصوت عليها الدوائر الصغيرة عندي قضاء نفوسه 8142 نفر وعندي قضاء نفوسه 550 ألف نفر فشلون توزعها بحيث أنه النسبة السكانية بالعراق زادت بينما النواب ظلوا مثل ما هم يعني مو كل مئة ألف لازم كل مئة وواحد عشرين ألف نائب واحد هاي كلها حسابات حتى يا قضاء ويا قضاء ندمج ماذا عن مناطق التنازع وإلى آخره التنوع القومي يعني هالمنطقة أكيد هاي اللون الأليف أو اللون الباء راح يربح لأن القضاء ما لتأكبر من القضاء الثاني عندي مشكلة لم تحسم لحد الساعة لكن نقطة الشروع أرجع وأقول إذا ما نكمل تشريع وتعديل القانون حسب ما المفوضية تريدها لأن المفوضية تقول هذا قانون مستحيل نقدر نفذة فلازم ترجع نكمل هذه الملاحظات على القانون وتصادق على قضية دوائر يعني تعتقد صديو نادم لأنه قضية إجراء انتخابات مبكرة مسألة تقريبا يعني محسومة أنها لن تجرى بالظروف الحالية لا لا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لدى القيادات والكتل الماسكة للبرلمان والحكم نعم ممكن لكن علينا أن نواضب الجلسات ونكمل القانون أولا ونصادق على الدوائر ومن ثم فعلا يبدأ العدل العكسي بالاقتراب من الانتخابات لأنه المؤمن المتحدة تقول أريد ثمانة أشهر أريد ثمانة أشهر ما بعد هالحركة وثانيا الأخ الحكومة التنفيذية سلطة تنفيذية يجب أن تمشي معنا بتوازي السلاح بها دولة عادة هيبة الدولة سلطة القانون ومن ثم مستنزمات ثالثا أنا أتفق مع الأخ دكتور بوجود الدولة العميقة داخل مفوضية ما كانوا المفوضين فقط مشكلة هذا اللي يدخل المعلومات والمشرف على الكمبيوترات هذا مشكلة النظام مشكلة أنه هذا أجهزة هاي الشركة التعبانة اللي كل الأدلة قالت أنه ممكن اختراقه وممكن أن يزور هذا يعني في نهاية المقاعدة أستاذ ينادم لانتخابات مبكرة في العراق ما خلص الكلام إذا أكو إرادة حقيقية للتغيير نعم أكو ولكن أنا أشك به ذلك جيد أنا بس أريد أرجع للمادة 64 ألف اللي تفضلت بها جنابك وكذلك الدكتور علي الشباب حضروني خلنشوفها شباب المادة 64 أولا راح أقراها يعني أيضا حتى يطلعون عليها الأستاذ المشاهدين يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث الأعضاء يعني ثلث أعضاء مجلس النواب يقدمون طلب لمجلس النواب فيصوت على هذا الطلب بالأغلبية المطلقة فيحل مجلس النواب أو وأضع يعني كلمة أو ما بين ظفرين وجوها 13 ألف خط أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية طبعا تكملت المادة ولا يجوز حل مجلس النواب في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء فالسؤال لكل الطرفين الأستاذ ينادم وكذلك الدكتور علي ولكن أسمع تعليق من الدكتور علي مهدي دكتور علي هنا لا يوجد عطف يعني حرف الواو ما بين يعني ما بين الطريقتين طريقة إما تقديم أعضاء ثلث أعضاء مجلس النواب فيصوت عليه بالأغلبية المطلقة أو طلب مقدم الرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ليش قاعد يصير خلط ما بين ما بين الشطرين وإلغاء كلمة الأووة كأنها ون باللغة العربية لا هو يعني صدر المادة يأكد بأنه حل مجلس النواب بخمسين لخمسين زائد واحد من أعضاء مجلس النواب حسمها بعدين اطرق إلى منه منه اللي إلى حق يطلب بالحل فيطلب أما ثلث أو فإذا تلاحظ فارزة فارزة أو فارزة أو رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية فإثنين هم خلاهم ثلث أعضاء مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية خلاهم كل واحد الطرف واحد إلى الثلاثين ويعدون إلى طلب حل مجلس النواب اللي هو يكون النتيجة النهائية بيد بيد لكن سؤال جدلي سؤال جدلي دكتور سؤال جدلي لو أن بداية حل مجلس النواب تتضمن طلبا من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية المشرع لماذا ما خلاها في بداية النص يعني بمعنى أن مفتاح حل مجلس النواب هو عبارة عن طلب مقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية المشرع لماذا ما خلاها في البداية لماذا خلا في البداية يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وبعدين خلى الفارزة وخلى أو وبعدين يلا تحدث عن طلب رئيس الوزراء بمعنى أني عندي شطرين شطر قصة والشطر الثاني قصة أخرى دكتور إذا تريد الحقيقة هذا خلل فرلمان هو منتخب رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أجيك أستاذ ينادم أجيك لأنه الكتب للفصل عندك لأنه تعظم الجسد لكن فقط أسمع رأيي الدكتور عنه بعدين نرجع أي دكتور تفضل هذا خلل بالدستور العراقي بكل الدول البرلمانية مجلس النواب إلى حق يقيل الحكومة والحكومة إلى حق تحل البرلمان فيصير برانس توازن ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما عدا الدستور العراقي ولهذا تلاحظ ما يكون كل الدول البرلمانية من حق السلطة التنفيذية تحل البرلمان ما عدا البرلمان العراقي والكنيسة الإسرائيلي الكنيسة الإسرائيلي فقط الكنيسة هي تحل نفسها ليس رئيس الوزراء حال نفسه ولهذا يعتبر الدستور العراقي ليس ببرلماني بقدر ما هو يسمونه نظام مجلسي مثل النظام السويسري وهذا خلل كبير في المشرع الدستور العراقي لكن احنا لازلنا في اطار لكن نحن لازلنا في اطار تأويل يعني جنابك جايت اول كقانوني الكلمة الفصل في حال احيل هذا الموضوع الى المحكمة الاتحادية قد يكون لها رأي اخر دكتور كل الفقهاء القانون الدستور العراقي يأكدون بانه لا سلطة للسلطة التنفيذية في حل البرلمان ما عدا الاستاذ طارق حرب ما عدا الاستاذ طارق حرب وقلك ياه جيد اثنين راتكم ذكرتوا الاستاذ طارق حرب ويعني لابد من استضافته طبعا في يوم ما واخليه يا استاذ ينادم كنجوز الناقش هذا الموضوع اي استاذ ينادم شو رأيك بقضية ان الموضوع يعني مفصول ما بين طلب او بموافقة طلب من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية او بالموافقة لانه المادة وكأنها واضحة تتعلق عن قضيتين منفصلة بكلمة او شنو وضعكم في داخل مجلس النوع انا ابدا ابدا هو يقول لك ان حل بخمسين زايد واحد نقطرها سطر هاي اولا فاما بهذه الطريقة او بهذه الطريقة اما بطلب من ثلث او بكذا واضحة هذا واحد ثانيا انا شوف واحد من الناس اللي شاركوا بالتشريع خلفيات النفسية للمشرعين انه احنا صرنا ثلاثة ضاعث البوصلة الوطنية فنحشي سنة شيعة كراد فما انطي كل السلطة بيدي السنة ولا كل السلطة بيدي الكراد ولا بيدي الشيعة فما يجوز انطيها كل بيدي الرئيس الوزراء اللي دائما رئيس الشيعي هاي عقلية اللي فيروس انضربت العملية السياسية بيها ولهذا قالوا لازم مو بس رئيس الوزراء يقترح وانما يوافق حتى رئيس جمهورية المكون الثاني صاروا مكونات اثنين يلا لهم حق يطلبون وليش الفرلمان الاول لان فرلمان هو انتخب رئيس جمهورية هو انتخب رئيس الزراء فهنا سبب التغول الفرلمان هاي المشكلة هاي الخلفيات اذا تنظر بالخلفيات ليش هشكي العراق لان هذه السبب البوصلة الوطنية ضاعت ما اكو عراق وبس اكو سني اكو شيعي اكو كردي والبقية روح بالشط اللي ما يعتبر نفسه يبتعبر نفسه بس عراقي وبس ما لا مكان فمرة قام واحد من اخواننا الله يرحمه قال انت ما عندك شي لانت لا سنة لا شيعة قال للعلاوي وعلاوي عنده كتلة كبيرة قال لانت لاهيج ولاهيج واني نفس الحالة يعني عدة مرات صارت تهمة خصة الوطنية صارت تهمة احيانا اذا الحمد لله شوية جاي تتحسن وان شاء الله تتحسن ومجيء الاخ الكاظمي ليس له ارتباط حزبي تنظيمي لربما يساعدنا كثير بهذا الجهة وتعتقد بانه هذه يعني البعض يعتقد بانه 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 قضية عدم ارتباط السيد الكاظمي بتنظيم حزبي او انه جاء من رحم الاحزاب الموجودة الان اللي يعني ادارت العمل السياسي في العراق بعد الفين وثلاثة هي نقطة ضعف وليس نقطة قوة لصالح الكاظم بالعكس انا اشوف انا اشوف بالعكس انه هو يقدر اليوم عنده ثقة الشارع وثقة البرلمان وكل الناس اتفقت عليه خلص خلي يبدأ مثل ما الرئيس التنزاني سوى بلده يبلش اول مرة بالفساد اذا ما بدأ بالفساد وما بدأ بالسلاح المنفلد ما بدأ بالمدري ايش يعني ما سوى شيء فلازم يبدأ بيها واعتقد الشعب كله يفرح يمكن بعض الاحزاب ما تفرح لكن اغلبية الشارع تفرح فالمفروض يبدأ بيها بالعكس هي افضل لو كان مثلا من هذا الحزب حزب الثاني يزعل يقول ها انت اخذ اجرالي ان هذا المدير عام او هذا الوكيل من حزبي لا هو ليس من اي حزب المفروض ان يعالج كل الاخطاء بغض النظر عن انتماء الحزبي ذكرت استاذ ينادم في بداية الكلام مسألة في غاية الاهمية عن اصابة عدد من اعضاء مجلس النواب فيروس كورونا طبعا ممكن تذكر لي من هم النواب المصابين مع عوالهم وحمايتهم والى اي درجة هذا معوق لمسألة عقد النصاب الجلسة وبالتالي يبقى مجلس النواب مشلول دون انعقاد بسبب الخوف من تفشي هذا الفيروس يعني هي في الحقيقة لا اكثر من اثنين او ثلاثة مو اكثر وهم حاجرين نفسهم بالبيوتهم وحماياتهم ايضا حب حجر ايضا لا يؤثر لا اعتقد يؤثر وعندنا القاءة الكبيرة نقدر نقعد متباعدين ونكمل شغلنا ان شاء الله طيب اما من هم لم تؤلن الاسماء نعم لكن اعرف شخصين ثلاثة لمو اكثر مو هذا ممكن يعني يجر الموضوع تدري اكوناس تخاف يقولك اكوناس لحد الان يعني ما راجعين بالخارج موجودين بسبب العطلة وبالتالي لن لن تعقد هذه الجلسة والبلد يبقى بدون سلطة شريعية ما عدنا بالخارج ما عدنا بالخارج احنا ناس اللي بالخارج يعني كل سبوع عدنا رحلات الناس العالقة بالهند ولا العالقة بكندا ولا بروسيا ولا مدري وين كرغيستان تقريبا ذنلمهم لميناهم اغلبهم الان السيد وزير الصحة بسبب عدم موجود اماكن يعني كافية للحجر وقفنا هالعادة لكن النواب ما اعتقد باقي عدنا لربما في عمان يكون كم واحد ولكن الباقين كلهم لو بالجنوب لو بالشمال لو بالكذا بالاقليم وهكذا فالطائرات رحلتين ثلاثة تكفي تجمعنا نعم طيب احنا يعني بناء على هذا الكلام دكتور علي مهدي فقط اقتم بهذا الجزئية السيد مصطفى الكاظمي مستمر لحد انتخابات 2022 دكتور علي العفو ممكن تعيني السؤال عفو سألتك بناء على هذا الكلام اللي تفضلت به جنابك والأستاذ ينادم بأن سيد مصطفى الكاظمي مستمر الى انتخابات 2022 ولا يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة لغيابة الارادة السياسية لا انا ما اتحدثت في هذا الموضوع انا اعتقد حتى يمكن اني لاحظت البرنامج الحكومي السيد الكاظمي اكد على الانتخابات المبكرة لكن ما حدد سقف زمن الها يعني 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 عكس علاوي وعكس المرشح الاخر اللي اكدوا على سقف سنة هو بس الشيء جيد من عنده يعني اكد على وجود المستلزمات الحقيقية لاجراء الانتخابات وقالي بهاي القضية اتفقوا لانه بدون بدون تفعيل قانون الاحزاب وبدون مفوضية حقيقية مستقلة وبدون قانون انتخابي واجواء متكافئة لكل القوة السياسية وسحب كل المواطنين اللي يحسفوا عن الانتخابات انا اعتقد الحديث عن الانتخابات يكون حديث غير مجدي يعني عندي رغبة صادقة بالسيد الكاظمي ان يحقق هذه الفترة تهيئة مستلزمات انتخابات حقيقية تحاول تتجاوز العزوف اللي اكثر من 80% من الشباب اللي كان لهم حقي ينتخبون اللي كنت طلعوا متظاهرين على المتظاهرين الآن يعيدون النظر بهذا الوضع ويسوون كيانات سياسية واعتقد وجود تجزئة للدوار الانتخابية هذه ايضا فرصة لهم ان يهيئوا نفسهم ويسجلون كيانات سياسية حتى لا بعدين وحدينهم الاخرين العزوف عن الممارسة الانتخابات انا اعتقد يعطي فرصة للفاسدين والطاعفيين وكل القوى الفاسدة ان تبقى تكون صاحبة قرار حقيقي انا اعتقد دعم السيد الكاظمي هو من تهيئة الاجواء الحقيقية لانتخابات مبكرة بعد استكمال كل مسترزمات الحقيقية دكتور علي وستاذ ينادم الان معي مباشرة الاستاذ طارق حرب الخبير القانوني استاذ طارق كلا الضيفين الاستاذ ينادم كنة والدكتور علي مهدي قالوا بانه لا حديث عن قضية التأويل المتعلقة بحل مجلس النواب في مسألة الاغلبية المطلقة او قضية موافقة رئيس الجمهورية على طرب رئيس الوزراء دون تدخل مجلس النواب قالوا كل فقهاء الدستور قالوا لازم مجلس النواب استثناء طارق حرب فذكروك فليجينا من الأدب أن نشركك ونأخذ رأيك بالموضوع فضل استاذ طارق يسمعوك بسم الله الرحمن الرحيم الوزراء يقولوا فاير ايطاليا ايطاليا اسرائيل الهند التحجل بأسريقيا كل نظام برلماني من حق رئيس الوزراء قادة بدون موافقة عيجية بلز دستورنا اشترض موافقة رئيس الجمهورية ليش تدليل جنابهك نعم اكو حكمة بالدستوريين ما يعرفون شيربه اكو مبدأ يسموه check on balance check on balance يقول هناك سلطتان في الدولة يجب اللا تضغي سلطة على سلطة لأن منقى السلطة على سلطة تحققت الدكتاتورية شوف جنابهك نعم وهذا ما أخذ فيها للتساتير الدول إن للبرلمان سلطة إقالة رئيس المجراء لرئيس المجراء سلطة إقالة البرلمان اللي حلسن لها الحال ثم أقرى النص أقرى النص أقرى النص جنابك شي يقول يقولك تالية يحل نجلس النواب مدى 64 للإخلابية المطلقة لعند أعضائه بناء على طلب ثلث من أعضائه نقطة نقطة هاي الجملة تأت لا هي مو نقطة أستاذ طارق يقولون يقولون هاي فارزة مون فارزة فارزة اتفضل اتفضل عزيز او انت رجل لغة عربية اتفيدي البدل والتخيير ما اتفيدي الإضافة تمام مئة بالمئة قد نعلم لغة عربية ونعلم كيف كان بلس او اتفيدي البدلي والتخيير يعني هناك طريقان طريق برلماني يتمثل بالثلث وتصويت عظام وطريق تنفيذي او هو قال او اجترض من رئيس مجلس المجراء وبموافقة رئيس الجمهور ثم خلي نكون شوي عقل بالرس يا سيدي يصير حكم الخصم واحد يعني يصير الدات السكي من مجلس النواب ومجلس النواب هو يصير حكم شكواك ما يصير يا جبعة يعني يا الاسف يجي وقال لك على دكتورات السوري يا بدكترة والمشترة راحت تعتقد بجارة ترامب ماك واحد ماجستير جل استطارق استطارق سؤال معذرة بس بس احنا قوما قوما قارن استطارق استطارق بس على كيفك ويان بس دقي بس دقي اردسلك اردسلك معذرة اردسلك سؤال يعني العراق لا هو بريطانيا ولا هو الولايات المتحدة سؤال لو احيل الموضوع الى فقهاء الدستور شن رأيهم برأيك راح يصير فقهاء الدستور فقهاء الدستور بالمحكمة الاتحادية شي يقولون الدستور يا سريدي انا فقه اللغة وفقه التاريخ وفقه الدستور العالمية انحيل المحكمة الاتحادية شوش يقولون على تلك نعم برأيك اذا احلنا الموضوع اذا احيل الموضوع الى المحكمة الاتحادية شو راح يكون رأيهم برأيك انت حسب خبرتك مثل رأيك مثل رأيك لا يختلف وإلا وإلا اسمح لي اسمح لي لو كان الامر كذلك الامر كله بيد رئيس مجلس النواب بيد مجلس النواب كله ميس انطهنا الصلاحية رئيس الوجراء جيد واضح 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 نحكب عنك صلاحية مقررة في جميع دساسي الدول العالم المتلمانية ونخالف مبدأ من مبالي الديمقراطية اعلى مبدأ ونقول لك يا عبدا هل تريد انت اروح السلس خلي ايدوك السلس وتطرح المناقش جيد ممنونين استه طارق شكرا جزيلا على هذه المداخلة وسعدها بوجودك معنا شكرا جزيلا وممتنين تحياتي استه طارق حر ممنوني شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الآن التعليق للاستاذ ينادم في دقيقة واحدة استاذ ينادم على مودة نخطر الحلقة وبعدين الدكتور فضل استاذ ينادم لا شك في دقة معلوماته عن برلمانات بريطانيا وغير كلامه دقيق وهو فعلا فقيه وأبدا احترام كبير للإستاذ طارق ولكن إذا كان مثل ما يتفضل استاذ طارق كان لازم إما تسبق الاختراح الأول إما بطلب من الثلث وأغلبية كذا أو فلو كانت إما قبل يعني يحلل برلمان إما بكذا أو بكذا كلامه صحيح لكنه لم تذكر إما قال يحلل برلمان بأغلبية كذا بهذا الطريقة أو بهذا الطريقة بهذا الطريقة أو بهذا الطريقة يعني هذه أو بين ثلث بين أغلبية وبين شسبة يعني يعني لازم يحل بأغلبية أعضاء البنس النواب طيب كلمة إما لم تسبق واضح لو كانت سبقت كلامه صحيح لكنها لم تسبق يعني الإما ماكو إما بيها نعم دكتور علي مهدي أنا أتفهم دوافع السيد طارق حرب لأنه هو يعني يميل إلى السيد الكاظمي وأني أيضا أميل إلى السيد الكاظمي لكن شيء واحد أقل إذا حلينا مجلس النواب الكاظمي يتحول إلى حكومة تصريف أعمال يعني كل برنامج ما رح ينفذه فلهذا زين واحد ينتبه إلى القضية إذا حلينا البرلمان أوتوماتيكيا حكومة الكاظمي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال يعني مجرد تمشي الأمور اليومية ولهذا أي قدرة للإصلاح والتغيير ما رح تكون بإيدها وهذه وجهة نظرة حول قضية المادة الدستورية أنا بتقديري وفهمي وقراءاتي لهذا الموضوع هي بأنه السلطة التنفيذية غير قادرة على حل مجلس النواب العراقي بحله أضيف رأي ثالث أضيف رأي ثالث إلى يعني رأي الأستاذ ينادب اللي يتفق مع رأيك مع الأستاذ طارق حرب أن الموضوع سيكون له جنب سياسية بامتياز بعيدا عن التأولات اللغوية والدستورية والقانونية والبديهية فيما يتعلق بأعمال وتواريخ البرلمانة شكرا جزيلا سيادة النائب ينادم كنة رئيس اتلاف الرافدين كنت ضيفا في حوار التاسع على قناة الفلوجة والدكتور علي مهدي القيادي في الحزب الشيوعي شكرا جزيلا لك نختم بسؤال الحلقة الذي سألناه لمتابعينا الكرام هل تؤيد دعوات حل مجلس النواب 95% من الشريحة المستطلعة آراءهم يعتقدون بأهمية أو أن حل مجلس النواب والحل بينما 5% لا يعتقدون ذلك بنسبة تصويت تقترب إلى 4500 مصوت ومهم جدا أن يهتدي صانع القرار بالتعليقات حتى يطلع على مزاج الرأي العام نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة